اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي لمتابعة عمال لجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلاة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال كما وجه رئيس السيسي بأن تكون سياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يساهل على جميع فئات الشعب فهمه واستعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر